بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وابنتنا طالبات وطالبات الصف الثاني قسم فني تشغيل المعادن للمناهج المبنية على الجدرات أهلا ومرحبا بكم وارجعت لكم تاني في تنفيذ عمليات الخراطة في الحلقة السابقة كنا خدنا مع بعض ايه هي أهم العمليات اللي بتجرع على المخرطة وشفنا لها عملية تمثيل كان عندي الخراطة العدلة الداخلية والخارجية كان عندي الخراطة الوجهية وكنا خدنا مع بعض خراطة المسلوب عرفنا مع بعض ان خراطة المسلوب ممكن تكون من خلال السلبة الطويلة بتحريك الغراب المتحرك ممكن تكون عن طريق الرسمة الطولية وممكن تكون عن طريق جهاز السلبة كنا خدنا مع بعض بعض المسائل عن كيفية حساب المسافة اللي بيتم ترحيلها في عملية السلبة هنراجع مع بعض الحلقة دي ازاي بنرحل السلبة بتاعتنا في السلبة الطويلة يعني برحل مركز او زنبة الغراب او برحل الغراب كله مسافة قد ايه وازاي بعمل لها عمليات حسابات لان احنا ممكن نعمل عمليات الحسابية دي عن طريق القطر الاكبر والقطر الاصغر للشغلة دي لو الشغلة كلها هيتعمل لها عمليات سلبة انما لو كانت الشغلة طويلة وحعمل عمليات السلبة الطويلة دي لجزء بس من الشغلة يبقى انا في الحالة دي حبدأ اعمل حساباتي على اساس طول الشغلة الكل وطول الجزء المسلوب وبعدين القطر الاكبر والقطر الاصغر كمان انا ممكن احسبها لو هو مديني الميل بتاع السلبة قد ايه ممكن كمان احسبها لو مديني ظل زاوية الميل طب يبقى احنا كده خدنا العمليات كلها ولكن احنا في حلقة النهاردة عايزين نعمل مع بعض مجموعة الحسابات الفنية اللي انا هختاجها في العمليات المختلفة ازاي؟ يعني انا عندي حسابات فنية بحسبها وانا بعمل عمليات السلبة بالطرق المختلفة عندي حسابات فنية مختلفة بعملها وانا بعمل الالوزات لان انا لازم بيكون عندي خطوة للالوز عندي قطر خارجي للالوز عندي القطر الاصغر للالوز اللي احنا بنقول عليه قطر النواة اوقع سن الالوز عندي بعد كده العمليات الخاصة بحساب ازمنة القطعة ازاي احسب زمن القطعة وعندي شغلة بتدور عندي على المخرطة احسب ازاي الوقت اللي هيكافيني علشان اعمل عملية الخراطة دي طب تعالوا مع بعض نراجع كده مع بعض احنا خدنا ايه؟ في حساب مقدار ترحيل الغراب المتحرك ونحسب مع بعض كم مثال وبعد كده نحسب العمليات المختلفة في عملية السلبة باستخدام الرسمة الطولية تعالوا نشوف كده مع بعض انا لما باجي اعمل عملية السلبة الطويلة فانا في عملية السلبة الطويلة دي انا عارف ان انا بيبقى محور المكينة عندي اللي هو المحور الافقي ده وانا في المحور الافقي ده بحتاج ان انا ارحل الغراب مسافة تانية اللي احنا شايفينا مسافة الاسفل دي اللي هو رحلت الغراب الغراب اساسا اللي كان مسك الزنبا كان واقف على المحور ده إنما أنا برحله مسافة المسافة دي دلوقت أنا عايز أحسبها عشان لما تبقى الشغلة مركزها موجود هنا كده أنا بالتالي الألم بتاعي حيبدأ يأكل في منطقة أو منطقة لا مع دوران الشغلة أكيد هيعمل لي السلبة ودي حتكون سلبة طويلة تعال نشوف كده أنا عندي محور الشغلة أفقي إنما آسف محور المكينة أفقي ولكن محور الشغلة اتحرك لتحت شوية يبقى هنا والألم بيعمل عملية الخراطة حيعمل لي قطر صغير وقطر إيه وقطر كبير تعال طريقة حساب مقدار انحراف الغراب ودي بنحسبها عن طريق إن أنا أطرح القطر الأكبر من القطر الأصغر على اتنين وبالتالي لو قال لي عمود يرات سلبه من قطر 40 ملي متر إلى قطر 30 ملي متر اوجد مقدار انحراف الغراب لازم تخلي بالك من المعطيات اللي موجودة عندك في المسألة بيقولك إن القطر الأكبر 40 والقطر الأصغر 30 يبقى أنت تحطيلي القانون ده طالما أنا عندي معلومية القطرين بس وحتقول إن انحراف الغراب المتحرك عبارة عن القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على اتنين يبقى الكلام ده بيساوي القطر الأكبر هعوض عنه ب40 القطر الأصغر هعوض عنه ب30 على اتنين يبقى كده مقدار انحراف الغراب عن محور الماكينة هيبقى 40 ناقص 30 ب10 على الاتنين يبقوا 5 ملي متر يبقى أنا هنا بقدر أعمل الحساب ده لو المتاح عندي قطر أكبر وقطر أصغر وإن الشغلة كلها حيتعامل عليها السلبة من أولها لآخرها طب تعال كده لو أنا دلوقتي مقدار انحراف الغراب ولكن مش الشغلة كلها حتبقى مسلوبة لا ده الشغلة حتبقى طويلة وجزء منها مسلوب يبقى انحراف الغراب هنا حقول الطول الكلي للشغلة على طول المسلوب مضروب فيه القطر الأكبر ناقص الأصغر على اتنين كده بقى عندي معطيين جداد لازم استخدمهم في المسألة بيقول لي عمود طوله 500 ملي متر يراد سلب 250 ملي متر منه من قطر 48 إلى قطر 40 اوجد مقدار الانحراف اقول له على طول ان الطول الكلي على طول المسلوب مضروب في القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على اتنين يبقى الكلام ده بيساوي الطول الكلي كان ب500 على طول المسلوب اللي كان عندي هنا ب250 اضرب فيه عندي القطر الأكبر كان ب48 ناقص القطر الأصغر ب40 كل ده على اتنين يبقى هنا مقدار الانحراف لاحظ ان هنا 500 على اتنين وخمسين في الاتنين مضروبين طبعا نشيل الاتنين اللي فوق مع الاتنين اللي تحت 48 مقصة 40 يبقى يديني 8 ملي متر طب تعالى كده نشوف طريقة تالتة الطريقة التالتة لو مديني طول الكلي للسلبة ومديني 100 للسلبة لو ضربت الاتنين في بعض يديني مقدار الانحراف بتاع الغراب المتحرك يبقى انا لو بيقول لي عمود مسلوب طوله او عمود انا عايز اعمله سلبة طوله 250 ملي متر وميل السلبة 80 ملي متر لكل متر خلي بالك من الكلمة دي ملي متر لكل متر يبقى انت هنا حتقول لي ان الطول الكل بيساوي انا عندي 250 دول ملي متر بس الناتك طالع بالايه بالمتر اه يبقى لازم اقسم دول على ايه على 1000 عشان احول الـ 250 ملي متر دولت للمتر في ملي السلبة بـ 80 يبقى انا الغراب عندي حيطرحل 200 ملي متر واحد يقول لي يا مستر محمد ما كان هنا ملي متر وهنا ملي متر انت ليه اسمت على 1000 دول 250 ملي يبقى البسط هنا في ملي ودول ملي متر على المتر فانا غيرت دول للمتر عشان اشين المتر اللي في البسط مع المتر اللي في المقام يبقى الناتك بالملي متر لان انا لما بحتحكم في الغراب بتحكم بمسافة ملي متر لان احنا بنشتغل بكل ابعادنا بالملي متر عشان المقاسات الدقيقة طيب يبقى انا دلوقتي انحراف الغراب هنا كان بمعلومية طول الغراب وميل الايه وميل السلبة تعال ناخد طريقة ربعة ومهمة جدا لو هو مديني نصف زاوية ميل السلبة لو مديني نصف زاوية ميل الايه السلبة اعمل ايه اضربها في الطول الكلي بس اجيب ظلها يعني اجيب التان او الظاة بتاع الزاوية واضربه في الطول الكلي فيديني مقدار انحراف الغراب يعني لو قال لي عمود طوله ربعمية ملي متر يراد سلبه على طول متين ملي متر وزاوية السلبة الكلية تمن درجات اوجد مقدار الانحراف يبقى انا هنا حقول زا مين نصف الزاوية تمام خلي بالك وزاوية السلبة تمانية يبقى زا نصها بقت تمانية على كام بقت تمانية على اتنين جبت النص كده يبقى دي الزا نزلتها ونصف الزاوية خدت تمان درجات اسمتهم على اتنين اقول فيه الطول الكلي اللي هو بقى ربعمية يبقى الكلام ده بقى بيساوي كام تمانية على اتنين فالاربعة مضروبين في الربعمية طبعا كده بقى عندي تمانية وعشرين من مية ملي ايه متر خلي بالك انا ما قلتش تمانية على اتنين فالاربعة الاربعة فالربعمية ده انا جبت زا الاربعة الاول وضربتهم في الربعمية فداني تمانية وعشرين من مية ملي ايه ملي متر طب أنا نيجي بعد كده للرسمة الطولية أنا لو جيت أعمل هنا عملية سلبة بالنسبة للرسمة الطولية بتاعتي ولكن السلبة هنا هتكون سلبة قصيرة واخد بالك المقدار بتاع السلبة قد إيه طب خد بالك كمان إن الرسمة الطولية دي أساساً بتبقى أفقية أنا عملت لها هنا عملية إيمالة علشان الإيمالة دي هتكون بنصف زاوية المي طب أنا دلوقتي الإيمالة دي هتتحدد بناءً على إيه الإيمالة دي هتتحدد بناءً عن القطر الأكبر بتاع السلبة والقطر الأصغر برضو بتاع السلبة طيب أنا دلوقتي لما جيت أعمل السلبة دي بقى عندي قطر أكبر وقطر أصغر بس أنا برضو يهمني الطول ليه لأنه كلما الطول ده بيزيد الزاوية دي بتتغير يبقى أنا دلوقتي علشان أجيب الميل لازم أحدد الطول الأكبر وحدد كمان الطول الإيه الأصغر ولما أحدد أكبر وأصغر وطول السلبة حروح بالقانون أجيب الميل بتاع الزاوية اللي هي بالنسبة لي حتبقى نص زاوية السلبة يعني لو الزاوية دي كلها زاوية اسمها سيتا يبقى نص الزاوية دي اسمها سيتا على إيه على اتنين واللي واقف هيبدأ يشتغل بإنه يلف اليد بتاعة الرسمة الطولية فتتحرك للأمام والخلف على الميل ده فتعمل لي عملية القطع يبقى وفي هذه الحالة يتم ضبط الرسمة الصغرى اللي هي الرسمة الطولية على زاوية معينة تعرف بإسم زاوية ميل المسلوب ويتم حساب الميل من العلاقة التالية خلي بالك بص كده الفني بتاعنا بيعمل إيه وقف ربط الشغلة بتاعته على الظرف الظرف عمال بيلف حوالين نفسه حوالين محوره الرسمة بتاعتي يواخد بالك إنها ميلة وهو لما بيقدر يتحركها بيحركها للأمام والخلف بنفس الميل فيبدأ الألم بتاعي يأكل بشكل ماي اللي هنا وبالتالي الشغلة عندي يواخد بالك شكلها عامل إزاي؟ شكل الشغلة بقى مسلوب وبالتالي لما هيقطع بميل هيبقى الشغلة شكلها شكل مخروطي بالشكل الده اللي ما باين عندك ده أو بالشكل ده وبالتالي لازم نروح نجيب إيه؟ نجيب الميل بتاعي الميل بتاع الرسمة دي يبقى الرسمة دي لو كانت أفقية كتتتحرك للأمام والخلف كتتحجيب شكل استواني عادي إنما أول ما عملت لها عملية ميل بدأ تجيب شكل مخروطي طب أنا أجيب بالمسافة بقى زاوية الميل دي بتاعت الرسمة منين؟ تعالى وأنا وريك تجيبها إزاي؟ أنا دلوقتي طريق الحساب مقدر الحراف طبعا الرسمة الطولية فحقول كده النظاهة بتساوي القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على 2 فطول المسلوب يبقى أنا لو قال لي كده يرد خرط مسلوب طوله 65 ملي متر وقطره الأكبر 47 والأصغر 37 اوجد ميل الرسمة الطولية أنا مطلوب مني ميل الرسمة مش الغراب ميل الرسمة مش الغراب طبعا بيقولي بالدرجات والدقائق ممكن تبقى درجات بس وممكن تبقى درجات ودقائق لو فيها جزء يعني فأنا بعمل ايه؟ بقوله كده أن ظاهة ظل الزاوية بيساوي القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على 2 فطول المسلوب يبقى الكلام ده بيساوي القطر الأكبر عندي كان ب47 ناقص القطر الأصغر ب37 على 2 فطول المسلوب بتاعي 65 ملي متر الظاهة دي هتساوي كام؟ هتساوي سبعة من مية أو ستة وسبعين من ألف أو سبعمية ستة وستين من عشر تلاف أو سبعة تلاف ستمية تسعة وستين من ميت ألف تمام؟ أو ستة وسبعين ألف ستمية تنين وتسعين من ايه؟ من مليون طب أنا دلوقتي بعد ما جاني أن ظل الزاوية الرقم ده أعمل ايه؟ تروح جاية راعة على الحزبة بتاعتك تضغط انفير ستان مش ده الظل يبقى أنا أعمل انفيرس المعكوس بتاعه أو أضغط ممكن آلة حزبة بيبقى مكتوب عليها انفيرس وآآ آلة حزبة تانية بدل الانفيرس مكتوب شفت فتضغط انفيرس تان الرقم ده أو شفت تان الرقم ده يديك إيه بقى؟ يديك إن الميل بتاعك الزاوية هي باربع درجات واربع وعشرين دقيقة يبقى أنا لما هعوض في القانون ده أنا مش بجيب ميل الرسمة ده أنا بجيب ظل لزاوية الميل وبعدما عوض بالقطر الأكبر والأصغر على اتنين في طول المسلوب يبقى سبعة واربعين نقل سبعة وتلاتين على اتنين في خمسة وستين الرقم ده الظل هو ظاهر فاعمل شفت تان أو انفيرس تان للزاوية يديني أربعة واربع وعشرين من المية إيه دقيقة كده أنا عرفت حعمل المسلوب بتاعي باستخدام الرسمة الطولية إزاي؟ عندي وخدت قبل كده باستخدام الغراب تعالى نجيبه باستخدام جهاز السلبة أنا عندي دلوقتي جهاز السلبة ده بيعمل إيه؟ جهاز السلبة ده أنا عندي جهاز بيزبط هنا الميل فلما يزبط هنا عملية الميل حيبقى راكب معاه هنا الرسمة الطولية فيبدأ جهاز السلبة والعربة بتاعتي بتتحرك يميناً أو يساراً حيبدأ ياخد الرسمة الطولية للداخل أو للخارج تخالي الألم وهو هنا انت بتحركه كده أفقي وفي حاجة بتشده لتحت بتشده على حسب الميل يبقى يمكن بهذه الطريقة خراطة أجزاء مسلوبة داخلية وخارجية بزاوية من واحد إلى اتنين أو نص حتى خمستاشر درجة من درجة ودرجتين حتى خمستاشر إيه؟ درجة وبطول خمسمائة ملي متر حيث يتم ضبط المسطرة بالزاوية المطلوبة حتثبت المسطرة دي بالزاوية اللي انت عايزها ويتصل على المسطرة زلاقة تعطي حركة الرسمة العرضية آه تعطي حركة الرسمة العرضية يعني إيه؟ يعني العربة وإيه بتتحرك كده حتبدأ الرسمة اللي بالعرض دي الألم بييجي كده وهي بتشده لتحت يوم ييجي وتشده لتحت فتعمل السلبة خلي بالك ما أنا ممكن أجي كده وشد الفوق يبقى هي حتدي المسطرة دي أو جهاز السلبة ده حيدي حركة عرضية للرسمة العرضية فحيحركها مع الحركة الأفقية فيعمل عندي عملية السلبة يبقى يمكن بهذه الطريقة خرطة أجزاء مسلوبة داخلية وخارجية بزاوية من نص درجة حتى خمستاشر درجة وبطول خمسمائة ملي متر حيث يتم ضبط المسطرة بالزاوية المطلوبة حزبط المسطرة دي ملها كده بالزاوية المطلوبة يعني ممكن تبقى موجة بممكن تبقى سالب ويتصل على المسطرة زلاقة أو زالقة تعطي الحركة للرسمة العرضية حتعطي الحركة للرسمة دي بحيث يكون الخط الذي يرسمه القلم على المخرطة موازيا للمسطرة يبقى ده كده الألم كده بيعمل كده خط كأنه ألم بيرسم كده بنفس مية للمسطرة وبالتالي وهو بتحرك كده هياكل في الشغلة بحيث يكون الخط الذي يرسمه قلم المخرطة موازيا للمسطرة وبذلك يتم عمل السلبة المطلوبة طب أنا دلوقتي لما يكون عندي جزء مسلوب بالشكل ده أنا خرطت الجزء ده بالسلبة واحد حييجي يفتش علي الراجل اللي حييجي يفتش علي عشان يشوف الميل بتاع الزاوية ده مظبوط ولا لأ حييجي يفتش علي ازاي دي حاجة مهمة لأننا زي ما يكون عندي أدوات بعمل بيها عمليات خراطة مختلفة لازم يكون عندي أدوات تانية ارجعوا لي كده لو سمحتوا لما بيكون عندي عمليات خراطة أنا كنت بتكلم في الأول إن أنا عندي شغلة والشغلة دي بعمل فيها عملية خرط بعمل فيها عملية خرط ازاي عن طريق أدوات الخراطة المختلفة اللي هي الأقلام مثلا طيب الأقلام قلنا إنها مختلفة ولازم يبقى لها تجهيز لو سمحتوا كده رجعوا لي تاني بعد إذنكم العمليات الخرط دي بقت شغلة وفيه ألم أنا بعمله تجهيزة عشان أعمل عملية الخرط طيب أنا دلوقتي بعد العمليات دي لازم يكون عندي حاجات أنت عندك الأدمة ذات الورانية وعندك المايكروميتر لو الشغلة دي استوانية أنا ممكن أروح أئيز بيها فأنا ممكن أئيز بالأدمة أو أئيز بالمايكروميتر عشان أراجع أي واحد فني فيه واحد فني ماهر بعده أو زو مهارات خاصة حيبقى بييجي عشان يراجع ويشوف المشغولات دي مظبوطة ولا لا طيب أنا دلوقتي لو كانت في عمليات الخراطة العادية كنت ممكن أئيز بالأدمة أو أئيز بالمايكروميتر طب إذا كان ده مسلوب أقدر أعمل عملية القياس دي إزاي مهو الأدمة حتى لو أنا قست القطر الأصغر والأكبر حتلاقي أن الأدمة أنت مش عارف توقف سن الأدمة عند السن بالضبط ممكن توقفه هنا أو هنا أو مترحل أو ممكن يتزحلق منك فمش هيبقى القياس بتاعك دقيق طب أنت عندك إيه عايز تشوفه أو تقيس حساباته أو تقيس أبعاده في المسلوب رقم واحد يهمني جدا زاوية الميل لأن المسلوب ده له شغل كتير في نقل الحركة باستخدام القوابض أو الربط أو الإحكام وحاجات كتير جدا يبقى أنا محتاج رقم واحد إن أنا إيه زاوية الميل رقم اتنين إن أنا شوف القطر الأكبر والأصغر دول مزبوطين ولا مش مزبوطين الراجل اللي اشتغل ده ضيع الطول بتاعي وهو شغال بيسلب كده فلا أن القطر قل منه أو كان حتة زيادة رح قاطع من الطول ولا الطول بتاعي مزبوط طب أنا حعمل عمليات القياس دي إزاي أقولك أنا بقى إزاي رقم واحد أنا عندي أي زاوية ميل بقسها بالمنقلة طب ده أنت تقيس بالمنقلة لما تكون بترسم عندك في لحة الرسم أو على الكراسة إنما على شغلة أقيس إزاي أقيس بحاجة اسمها المنقلة ذات الورانية المنقلة ذات الورانية كلمة الورانية احنا عارفينها من الأدمة اللي احنا لازم نكون داخل ورش التشغيل بنشتغل بيها لأن أنا حستخدمها في كل القياسات بتاعتي اللي كلمة ورانية هي بتقسلي جزء دقيق أقل من المليمتر في الأدمة إنما في المنقلة حقيس بيها جزء من الزاوية طب أنا دلوقتي لما حكون بعمل عمليات قياس الزاوية أنا حستخدم المنقلة ذات الورانية بحيث إنها تجيب لي الميل بتاعي طب مين كمان هيجيب الميل؟ أنا أقدر أجيب الميل ده عن طريق حاجة اسمها قضيب قياس جيب الزاوية القضيب ده بيعمل إيه؟ أنا بتنى حط مجموعة من أوليب القياس بس هحط مجموعة كبيرة ومجموعة قليلة لو أنا حطيت القضيب ده هيبقى مايل بس أنا لما بحطهم بحسبهم إزاي؟ بحسبهم عن طريق إن أنا لما حط كتير وقليل لما أجي أجيب جاة زاوية مشان تعارف إن كلمة جاة معناها مقابل على مجاور المقابل اللي هو الضلع ده والمجاور آسف الجاة يعني مقابل على وطر يبقى المقابل اللي هو الضلع ده اللي هو الكبير والوطر اللي هو طول القضيب يبقى أنا لو قلت جاة زاوية بيسوي مقابل على وطر يبقى أنا كده حسبت الزاوية بتاعتي من خلال الأوالب اللي أنا عملتها أبدأ أحط الشغلة واجب مبين قياس دقيق من خلال أرس وابدأ أحركه على الشغلة فيبدأ المبين بتاعي يتحرك يمين وشمال لو فيه حاجة عالية أو حاجة مخافضة أو واطية وبالتالي أبقى أنا كده جبت الزاوية طب حاجة كمان إيه؟ من عندي حاجة أسهل من كده إيه هي؟ أنا بعمل حاجة اسمها قوالب القياس اللي أنا بحطها بعمل حاجة اسمها محددات القياس محددات القياس دي يعني إيه؟ نفترض إن عندي الألم ده والجزء ده مسلوب مش ده مسلوبه من الخارج طب أنا أعمل محدد والمحدد ده يبقى مسلوب من الداخل بس بالمقاسات مظبوط قوي ويكون مراجع عليه بكل حاجة بحيث إن أنا لما أعمله كده ويطلع بالإحكام المظبوط والبداية عند البداية والنهاية عند النهاية يبقى إذن ده مظبوط وأبعاد وبالنسبة للميل وبالنسبة للأقطار وبالنسبة للطول مظبوطة طب أنا لو كان الشغلة اللي أنا بعملها مسلوبة من الداخل يبقى أنا حاجة بمحدد قياس المحدد ده مسلوب من الخارج بنفس المقاسات المظبوطة في الأقطار وفي الميل وفي الطول وأبدأ أحطها داخل الشغلة لو دخل فيها مظبوط يبقى إذن الشغلة بتاعتي مظبوطة يبقى أنا دلوقتي حعرف أعمل عملية القياس للسلبة إزاي حعمل عملية القياس للسلبة عن طريق إن أنا يا إما المنقلة ذات الورانية عن طريق قديب قياس جيب الزاوية أو عن طريق الإيه محددات القياس تعالوا نشوف مع بعض كده طرق اختبار المسلوب أو قياس المسلوب من خلال الزاوية وأقطاره وميله وطوله حتكون إزاي ونرجع لبعض فيه عمليات الألواز دلوقتي أنا بعد أما عملت السلبة باع عندي عمليات قياس بتقاس الأجسام المسلوبة من خلال عنصرين رئيسيين هم زاوية الميل وطول السلبة ويمقن قياسها باستخدام أدوات قياس متعددة منها نمرة واحد المنقلة ذات الورانية وتستخدم لقياس الزاوية من صفر لتلتمية وعشرين درجة والمنقلة دي طبعا حتكون أنا باجي أحط كده الساق دي بتترفع لأعلى والأسفل ولما حط الشغل عندي يبقى عندي دي ساق واحدة سبتة واحدة متحركة يعني ممكن تكون اللي تحت دي ساق المتحركة ودي الساق السبتة يبقى أنا حطيت الجزء المسلوب ما بين الساقين وببدأ من خلال الورانية هنا أقرى زاوية الميل يبقى أول طريقة بالمنقلة ذات الورانية أو باستخدام محددات القياس الحلقية للمسلوب الخارجي أو المستدقة للمسلوب الداخلي يعني مثلا لو أنا عندي دي الوقت دي الشغلة بتاعتي يبقى أنا حاجي بالجلبة دي تبقى هي دي المحدد الخارجي طيب لو كانت دي هي الشغلة بتاعتي يبقى دا اللي اسمه المحدد الداخلي يبقى المحددات دي بتبقى مستخدمة علشان القياس الدقيق وبتكون أبعدها دقيقة جدا ومراجعة جدا طب إيه كمان عن طريق قياس جيب الزاوية أنا بحط مجموعة من الأوالب هنا وبعمل إيمالة للمسطرة دي أو للقضيب ده بنفس الميل بتاع زاوية السلبة لما حط الشغلة بتاعتي لازم لما حط المبين الحساس ده مهما حركت المبين إلى اليمين أو إلى اليسار لازم المؤشر بتاعي ما يتحركش ولو نؤشر بتاعي تحرك معناه إن فيه ارتفاعات وفيه انخفاضات في إيه فيه الشغلة يعني زاوية الميل بتاعتي مش مضبوطة طب أنا فيه عملية من العمليات بنسميها عملية الترترة أو عملية التخشين يعني إن أنا يكون عندي شغلة بالشكل ده وأعمل عملية التخشين لأن عملية التخشين دي بتديني عملية إن أنا أقدر أمسكها بإيدي وأعمل عملية الربط بدل ما يكون على سطحها مضلعات خلي بالك إن عملية التخشين دي ممكن تبقى مفردة كده بصوا كده الخطوط دي خطوط مفردة وموازية للمحور دي برضو خطوط مفردة وبس ميلة على المحور في اتجاه ودي عكس الإيه الاتجاه ممكن تكون الخطوط دي أنا قلت مفردة ليه لأن ده خط في اتجاه واحد موازل بعضه وده خط في اتجاه واحد موازل بعضه وده خط في اتجاه واحد موازل بعضه إنما هنا خط ميل في اتجاه وبيعكسه خط تاني فبين عندي كأنها مربعات ودي عندي خط أفقي وخط رأسي فبينك كأنها مربعات انت واخد بالك من الفيديو اللي عمالي اشتغل هنا دي بكرات عندي البكرات دي الشغلة بتكون بتلف والبكرات دي متركبة على حامل الحامل ده مسبت فيه ايه؟ مسبت في البرج وبالتالي اول ما الرسمة العرضية تبدأ تضغط بحامل البكرات دي على الشغلة وهي بتلف هتبدأ تعمل فيها عملية التخشين اللي احنا بنسميها خراطة الترترة دي بحراطة الترترة دي بتبقى عمليات تخشين وعمليات التخشين دي بتتم علشان اكون اعمل عمليات الرابط والدوران ودي طبعا موجودة في مشغولات كتير حوال رهالك دلوقتي بوريك تاني عملية تخشين بصوا كده اه دي هنا قلم الترترة اللي هو عبارة عن حامل مركب فيه بكرات وخلي بالك ممكن يكونوا بكرتين بيعملوا عملية التخشين ودي بستخدمها لما بيكون اتجاهين مختلفين وممكن استخدم بكرة واحدة بس لازم تكون مضبوطة على سنتر الشغلة لو في عندي عملية تشغيل من معدى الناشف يبقى لازم استخدم سائل تبريد وبالتالي دوران الشغلة حيتسبب فيه دوران او دوران الظرف حيتسبب فيه دوران الشغلة وكمان البكر بتاعي بتاع الترترة بصوا كده الاسنان بتاعة البكر بتضغط على الشغلة وبتخلق فيه عملية تخشين طب عملية التخشين دي انا بشوفها فين اقرب مثال لو انت مسكت في ايدك مايكروميتر حتلاقي ان الميكروميتر فيه هنا جزء فيه تخشين يعني اسطح عليها عملية ترترة عشان وانت بتلف الزراع ده كده عشان الفك المتحرك يتحرك معاك ويمسك على الشغلة وتعمل عملية القياس طب بص كده ده محدد قياس انت بتدخل الجزء ده للقياس او ده وبالتالي ده لازم يبقى جزء خشن علشان ما يتحركش من ايدك اوريك حاجة كمان انت دلوقتي ده كمان عبارة عن مايكروميتر للقياسات الداخلية ده الظرف بتاعك اللي انت بتحط فيه البنطة علشان تعمل عملية التأب لازم يكون الظرف من الخارج خشن طب دي عندك الزنبة اللي انت بتعمل بها عملية التزنيب عشان تحدد السنتر اللي انت هتعمل فيه تأب لازم تكون خشنة وإلا الزنبة دي هتتزحلى من ايدك وممكن تتسبب لك في اخطار يبقى انا بعمل عملية الترترة دي علشان اعمل عملية تخشين وعملية التخشين دي تعمل ايه عملية التخشين دي تعمل لي عملية امساك جيدة يبقى انا بتتعدد اشكال المشغولات التي تحتاج الى ملمس خشن وذلك لسهولة ادارتها باليد او اكسبها منظر جمالي مع هذه المنتجات من هذه المنتجات الماكرومترات باشكالها المختلفة زي الماكروميتر دا كده والماكروميتر دا ودي اجهزة قياس دقيق وايدي تغيير السرعات بالماكينات الايدي اللي انت بتغربها السرعة في المخرطة لازم تكون برضو خشن عشان ما تزحلقش منك محددات القياس وظرف المسقاب اليدوي وغيرها من المشغولات بوريك اهو تاني ان انت لما هتيجي تعمل عملية ترترة ممكن تعملها ببكرة مفردة او ان انت ممكن تعملها ببكر مزدوج لو انت هتعملها في خطين يبقى عجلة الترترة وهي عبارة عن جزء استواني مصنوع من الصلب الكربوني او صلب السرعات العالية سطحها الخارجي مشكل بخطوط برزة اهي دي الخطوط البرزة اللي هتغرس في الشغلة وتشكلها بارزة عرضية او رأسية او مائلة قلم الترترة وهي عبارة عن حامل من الصلب الحامل ده او الحامل ده ده حامل مفرد وده حامل مزدوج من الصلب الطري يحمل عجلة الترترة واحدة او مجموعة من الايه من العجلات طب خلي بالك ان من ضمن العمليات المهمة اللي هي الخراطة اللا مركزية يعني ايه خراطة لا مركزية الشغلة دي كلها لها مركز مركز الاستوانة دي إنما الجزء ده له مركز والجزء ده له مركز الشكل ده اللي هي الخراطة المركزية اللي احنا بنسميها الكارنكات وأحيانا في بعض المشغولات بيبقى جزء صغير اسمه الحدفات يبقى أنا هنا في الحالة دي لازم أعمل شغل أو طرق معينة للتثبيت ليه؟ عشان أشتغل الخراطة بتاعة الجزء الرئيسي وبعدين يبقى الزنب عندي سندة هنا وقصدها في الظرف علشان يعمل إيه؟ علشان أعمل عملية خراطة يبقى الجزء ده هو اللي بيدور حوالي المحور ده الجزء ده بيدور عندي حوالي المحور ده إنما الجزء الكبير ده هو اللي بيدور حوالي المحور ده طبعا ده ممكن يكون تثبيت ما بين زنبتين ممكن يكون تثبيت من خلال الصينية اللي أنا أقدر من خلالها أعمل تحريك للقم بتاعتها إن أنا يبقى فيه لقمة للداخل ولقمة للخارج أو أن أنا أضع بعض اللينات في عملية التزبيد يبقى إذا كان الجزء الاستواني لقطعة ميكانيكية محور موازي للمحور الرئيسي للقطعة ولا ينطبخ عليها فيكون سطح هذا الجزء لمركزي يبقى المحور بتاع الشغلة مش منطبق مع المحور الرئيسي أي أنه يكون هناك أكثر من محور للقطعة الوحدة ويكون بينهما مسافة تسمى الإزاحة اللمركزية خدنا في المثال اللي فات كان عندي ثلاث محاور يبقى المسافة ما بين كل محور والمركز الأساسي هي إزاحة لا مركزية وتستخدم هذه المحاور اللامركزية في تحويل الحركة الدورانية إلى حركة ردودية والعكس كما في الآلات بتاعة المناشير والمقشطة النطاحة ومحركات الاحتراق الداخلي طبعا أنا هنا بعمل إيه لو تلاحظ أنا هنا دي صينية الصينية فيها ميزة أن كل لقمة ممكن تتحرك لوحدها دي الزنبة بتاعتي الزنبة في الأول كانت في المنتصف فأنا عملت عملية الترحيل اللامركزية من هنا لغاية هنا وبدأت أربط اللقم بتاعتي بحيث أن الزنبة في الآخر تكون عند المركز الجديد طبعا كل ده لازم يكون مع تسوية بمبينات قياس علشان أزبطها يبقى عمل اللامركزية عن طريق الزرف الإيه؟ الرباعي طب تعالى دي عن طريق أن أنا سبتها ما بين زنبتين إزاي؟ أنا عندي في الأول الشغلة لما جيت أخروطها كان ده المحور بتاعها اللي بتدور الشغلة حواليه فمهما عملت عملية خراطة حيكون هنا المسافة من هنا لغاية هنا ليه نص القطر بزي من هنا لغاية هنا طب أنا دلوقتي لو جيت وسبت المحور ده وعملت محور تاني فوق هنا وسبت الزنبتين عليه آه يبقى فيه الخراطة هنا إيه؟ بتاعة الجزء ده على المحور الجديد وده بيكون عن طريق أن أنا بسبت ما بين زنبتين زنبة مربوطة مكان الظرف وزنبة في الغراب المتحرك حتقولي طب والشغلة تحرك إزاي؟ بجيب المفتاح ده اسمه مفتاح دوارة مفتاح الدوارة بيتربط على الشغلة ولو حفة بتدخل مكان الظرف علشان وجزء الاصطواني ده بيدور ياخد معا المفتاح ويعمل عملية الإيه؟ عملية الإدارة طب تالت حاجة من طرق التسبيت عن طريق التسبيت باستخدام الظرف الصينية اللي هي الصينية الدوار إن أنا حبدأ أرحل من مكان اللقم بتاعتي وسبتها بحيث بدل ما الشغلة كانت هنا عند مركز الماكينة تبقى الشغلة عند مركز إيه؟ عند مركز جديد يبقى دي كده طرق الخرط اللي هي مركزي وطرق تسبيت الشغلة عن طريق الصينية عن طريق الظرف عن طريق التسبيت ما بين زومبيتين نيجي بعد كده لعملية القلوزة محدش مننا خالص ما شافش ألووز كل واحد مننا مسك مصمار أو مسك مصمار وصمولة وقعد يلف كده بإيده اللي ما مسكش مصمار وصمولة كان في إيده ألم حتى الألم الجاف بتاعنا اللي بنا نكتب بيه حتلاقي في آخره جزئية زي اللي أنا بلفها بإيه دي دي الجزئية دي لو أنت فكتها حتلاقي إن الجزء ده فيه ألوز من الداخل والجزء بتاع الألم فيه ألوز من الخارج وبنربط الاتنين في بعض عشان نربط ده أنا كمان فني تشغيل معادن وصل إن أنا أحتاجه هنا أنت بتحتاج فني تشغيل معادن في كل حاجة في حياتك فني تشغيل المعادن بيخدم بتاع الصناعات الكهربية علشان يخرط له الأعمدة الدوارة اللي بتطلع الحركة الدورانية فني تشغيل المعادن محتاجه الناس اللي بتصنع الآلات والمعدات اللي بتقطع الخشب ليه؟ لأن عندهم مشغولات استوانية اللي بتاخد الحدود القطعة اللي بتقطع في الخشب المواتير اللي بيطلع منها يعني أنت بتخدم كل القطاعات اللي موجودة في عمليات التصنيع والإنتاج طب أنا إذا كان دلوقتي بقيت محتاج جزئية تانية اللي هي جزئية الألوز هو الألوز ده أساساً أنا بستخدمه في إيه؟ نمرة واحد أنا ممكن أستخدمه في عمليات الربط نمرة اتنين الربط خلاص أنا عارف أن أنا بربط بالمصمر والصامولة أي حاجة بتحرك عندي هات مصمر والصامولة في تقب واربط يتسبتوا مع بعض ولكن أنا ممكن أستخدمهم في حاجة تانية إيه هي الحاجة التانية؟ الحاجة التانية دي هي نقل الحركة إزاي؟ ده أنا عارف أن نقل الحركة ده بيكون بسيور وبتروس لا ده أنا ممكن أستخدمهم في نقل الحركة وتغييرها كمان إزاي؟ نفترض إن ده مصمار ما ألوز يعني فيه سنان ألوز ملولبة ودي سامولة وأنا جيت كده مساكت السامولة وجيت ألف المصمر فأنا حلق المصمر وأنا بلفه بقى يتحرك لقدام كده أو بلفه فبقى يتحرك لقدام الناحية التانية قال له ده الحركة الأساسية اللي أنا اديتها له كانت حركة دورانية اتحولت لحركة إيه؟ برافو عليكم اتحولت لحركة خطية نفس الشيء لو المصمر ده المقلوص ده كان سابت كده بس أنا بخليه لف حوالين مكانه يعني ما يتحركش كده أو لكده يبقى السامولة دي هي اللي هتتحرك يمين وشمال طب أقول لك على سر خطير المخرطة اللي انت واقف عليها فيها مصمر وسمولة إزاي مستر محمد ده احنا بنشوف كده فيه جريدة مصننة هقول لك بص تحت كده حتلاقي فيه تحت عمود اسمه عمود الألوز يعني فيه عمود ما ألوز جوه العربة فيه جشمة الجشمة دي عبارة عن سامولة أول الجشمة دي ما بتتعشق مع عمود الألوز أول العمود ده ما يلف هياخد العربة دي بيحركها يمينا ويحركها إيه يسارا إحنا بقى بنزبط وبنعمل عملية حسابات ليه قطر النواة بتاعة الألوز لخطوة الألوز بتاعتي ليه سمك السنة وخطوة السنة الخطوة دي اللي هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين على سنتين متتاليتين يعني لو عندي سنتين وراء بعض كده بتوع ألوز موجود عندك في مصمار لو قست من رأس السنة الرأس السنة يبقى دي اسمها خطوة الألوز إنما لو قست من قاع السنة لقاع السنة يبقى دي برضو اسمها خطوة الألوز ومخلي بالك إن الألوز ده بيتغير شكله ممكن تبقى سنة كده حدا ويكون زاوية الرأس بتاعتها ستين درجة يبقى ده ألوز فرنسي لو خمسة وخمسين يبقى ده ألوز إنجليزي وممكن يبقى الألوز على شكل شبه منحرف السنة يعني وممكن يكون الألوز شكل السنة على شكل مربع تعالى كده نشوف مع بعض أنواع الألوزات وبتستخدم في إيه كمان الألوزات وإيه الحسابات الفنية اللي أنا لازم أخدها بس خلي بالك إن فيه علاقات معينة بأرقام معينة لازم تكون حفظها إن الزوايا وإيه العمق بتاع اللي أنت بتسمينها وإيه اللي هو القطر الأصغر بتاع الألوز وإيه ارتفاع السنة بتاعت الألوز دي علاقات بأرقام سبتة لازم تكون عارفها علشان تحسبها على أي ألوز موجود في مصمار صغير أو مصمار كبير تعالوا نشوف كده الألوزات مع بعض العمليات اللي بتجرع المخرطة عمليات الألوزة وبنقول بتعريف عمليات الألوز هو عبارة عن مجرى حلزوني منتظم محفور بشكل ومواصفات محددة على محيط قطعة أسطوانية من الخارج أو من الداخل بس تخدم الألوزات في إيه؟ في إحكام الربط وتثبيت الأجزاء المختلفة عن طريق عمليات الربط بتثبت بمصمار وصمولة مثلا ما ألوزين يعني أو عمل وصلاة بنهاية موسير المياه والغاز وبتستخدم كمان في نقل الإيه؟ نقل الحركة طب تعالى إيه هي أنواع الألوزات عندك بتنقسم الألوزات زي ما قلنا ألوزات علشان تعمل بها عملية تثبيت وتوصيل أو الألوزات اللي أنا باستخدمها في نقل الإيه؟ في نقل الحركة طب إيه هي الألوزات اللي بتستخدم في التوصيل وإيه الألوزات اللي أنا باستخدمها في نقل الحركة؟ أقول لك قلووزات التسبيت والتوصيل بيستخدم في عمليات الرابط والتسبيت بين الأجزاء قلووز التسبيت والتوصيل دي بيستخدمها في عمليات الرابط والتسبيت بين الأجزاء ومقطع شكل السنة بيكون على شكل مسلس دايماً لما تشتغل في تسبيت وتوصيل يبقى على شكل مسلس واللي على شكل مسلس فيه منها نوعين قلووز متري اللي هو اللي احنا بنوع عليه قلووز فرنسي ويكون زاوية السن 60 درجة ويعرف بالقلاوز الفرنسي وجميع أبعاده بالملي متر ويرمز له بالرمز M يبقى لما تلاقي رمز M ده تعرف ان ده ألاوز فرنساوي ورأس السنة بتاعته 60 درجة النمرة 2 ألاوز انجليزي وبيكون زاوية السنة 55 درجة ويعرف بقلاوز ويت وورس وجميع أبعاده طبعا بتكون بالبوصة تعالى كده نشوف مع بعض الألاوز المتري اللي هو بالملي متر اللي احنا بقوله عليه الدولي الزاوية السنة بتاعته هنا طبعا السنة المليانة زي السنة الفاضية بيكون الزاوية بتاعته 60 درجة والمسافة ما بين النقطتين المتماثلتين دول على سنتين متتلياتين هي الخطوة لازم تبعى عارف ان الخطوة ابن رمز له بالرمز خ عين واحد اللي هو عمق خطع بتاع سن المصار بيكون 6134 من 1000 في الخطوة خلي بالك كل حاجة في حساباتك حتتوقف على الخطوة وأحيانا الخطوة والقطر عين اتنين اللي هو عمق السن بتاع السامولة العمق ده هيبقى ده ايه 5413 في الخطوة نق اللي هو قوس قاع السن القوس ده حيكون 1443 في الخطوة يبقى انت لازم تكون عارف المصطلحات ديت وعارف هتضرب ايه في ايه يبقى دي على قطر يضية لازم تكون حفظها علشان تحل عليها تعال كده وريك كده مثال صغير بيقولك يراد قطع قلوز متري قطره 24 ملي متر اوجد رقم واحد قطر قاع السن القطر المتوسط القلوز الاصغر للسامولة اللي هو القطر اللي احنا حنتقب بالسامولة قبل من قلوزها قطر يسوق بالسامولة علما بان القلوز المتري 24 ملي متر وخطوته 3 ملي ايه متر يبقى انا كده حقول ان قطر قاع السن بيساوي قاف ناقص واحد و23 من 100 في خه يبقى انا حقول بيساوي القاف ب24 اللي هو القطر ناقص 123 في الخطوة اللي هيه ب3 ملي يبقى الكلام ده بيساوي 20 و31 من 100 ملي متر يبقى دي رقم واحد قطر قاع السن نمرة اتنين القطر المتوسط بيساوي قاف ناقص 65 من 100 في خه اللي هيه الخطوة يبقى بيساوي قاف ب24 ناقص 65 من 100 في 3 اللي هيه الخطوة يبقى الكلام ده بيساوي 22 و5 من 100 ملي متر كده انا جبت قطر قاع السن والقطر المتوسط تعال انجيب القطر الاصغر بتاع الالووص القطر الاصغر للسامولة يبقى عندي قاف ناقص واحد وتمانية من مية في خه يبقى بيساوي قاف اللي يبقى اربعة عشرين ناقص واحد وتمانية من مية في تلاتة ملي اللي يبقى اشرين وستة وسبعين من مية طب ده القطر الاصغر للسامولة اللي انا هعمله في التقب طب وبعد كده لما جاء الوص هيبقى كام يبقى قطر سقب السامولة قاف ناقص خاه يبقى بيساوي قاف ب24 ناقص الخاه اللي ب3 ملي يبقى اكيد دي هتساوي 21 ملي متر طيب الكلام ده طبعا لما اجي في الوز ويت وورس الكلام ده حيتغير ليه لان انا حقول ان خاه بتساوي الخطوة بالملي متر يعني بتساوي 25 و4 من 10 اللي هو 25 و4 من 10 ملي على نون اللي هي عدد الخطوات في البوسة وقاف اللي هي القطر الداخلي للمصورة لما كون بعمل تقب وقاف واحد القطر الاكبر لازم ابقى حافظ العلاقات دي يعني يبقى القطر المتوسطة او القطر الفعال قاف واحد ناقص 64.033 من 100.000 في الخطوة وابدأ اعمل حساباتي خلي بالك ان هنا السنة معمول فيها ايه فيها هنا شطف فده حيتغير في شكل الالم الوزات نقل الحركة بتتعدد اشكال الالوزات او اسنان الالوزات اللي انا بعمل بيها نقل الحركة ايه وبستخدم فيها في الغالب الالوز اللي بيكون شبه منحرف اللي احنا بنقول عليه الالوز اكم وجميع ابعاده بالملي متر ومقطع السنة على شكل شبه ايه منحرف وزويته 30 درجة ويرمز له بالرمز TR يعني الشكل ده كده بصوا كده السنة شكلها على شكل شبه منحرف دي انا بنقل بيها الحركة علشان ما يحصلش فيها اهتزازات طب انا دلوقتي بعد اما عرفت الالوزات واشكالها انا حفحص الالوزات دي ازاي لازم يكون عندي حاجة اسمها الامشاط انت عملت الالوز والالوز ده بقى عامل زي السنون فلازم يبقى عندك مشط كده المشط ده بقول ان ده الالوز فرنساوي مثلا الخطوة في اتنين الخطوة في تلاتة او الالوز بالبوصة اللي هو الالوز الانجليزي واجيب ده انا عارف ان انا عامل الشغلة دي المفروض انها تكون بالابعاد دي اجيب المشط ده وحطه لو ما فيش فراغات لو المسافات كلها متطبقة متطبقة مع بعض كأن الرابط مصمر وصامولة مع بعض اذا يبقى الالوز بتاعي ده سليم طبعا ممكن ايسو تكتاني بمبينات القياس او بمحددات القياس ازاي ان انا المحدد ده يبقى محدد حلقي عبارة عن حلقة او جلبة يعني متقلوزة من الداخل لما لفع الشغلة بتاعتها لقيها مظبوطة ما فيهاش بوش او فيها لأ يبقى الشغلة اللي انا عملتها مظبوط طب بفرد الشغلة اللي انا بعملها فيها قلاوز داخلي اعمل المحدد ده خارجي يقوم يدخل جوه الشغلة مربوط لقيته مظبوطة على الاسنان ربط كويس اتحرك كويس يبقى الشغلة بتاعتي ايه مظبوطة تعالى نشوف طرق مراجعة او قياس ابعاد الالوزات ومراجعتها نبص كده مع بعض ضبعة فحص القلاوز اللي احنا بنسميه المشت المشت له اسنان انا مثلا الشغلة ده الاووزها اه في اتنين ونص ملي الخطوة فجيب السن بتاع المشت اللي اتنين ونص وحطها لقيت الحاجة متطبقة عندي تبقى الشغلة دي ايه سليمة مايكرومترات القياس عندي مايكرومتر هنا بيقيس القطر بتاع النواة بتاعة الاووز بشوف القطر ده مظبوط ولا مش مظبوط اقدر كمان اجيب محددات القياس ومحددات القياس لو تلاحظ ده محدد دي اسم محدد داخلي عشان حيدخل جوا الشغلة انما ده محدد خارجي علشان حيقيسش القلاوز بتاع الشغلة من الخارج واحيانا بعض المحددات دي بيمكن ضبطها طب تعالى بقى نشوف جزئية مهمة جدا وهي حساب ازمنة القطع حساب ازمنة القطع عندي انا بحسبها مثلا في الخراطة غير ما بحسبها وانا بعمل القلاوزات غير ما بحسبها وانا بعمل المسلوب ليه لان انا بيبقى عندي شغلة الشغلة دي ممكن الالم بتاعي يبتدي من برا الشغلة ويتحرك لغاية براه انما ممكن يكون محدود يبقى حر النهايتين او حر نهاية واحدة او محدود النهايتين نفس الحكاية مثلا وانا بعمل عملية الخرط من الداخل ولكن لازم ابقى عارف ان انا دايما لما بحسب اي زمن الزمن ده بيكون بيساوي لام على ته في نون يبقى ده زمن المشوار الواحد انما لو حعمل الشغلة بتاعتي في عدة مشوير يبقى لازم اضرب لام على ته في نون في عدد المشوير اللي احنا بقول عليها بالدرج يعني عدد الاوشش خلي بالك ان لام يعني طول الشوط وابقى حاسب مقدار سمح في البداية وفي النهاية الته اللي هي التغذية النون اللي هي عدد اللفات في الدقيقة وممكن لو هو مديني السرعة بس احسب النون دي عن طريق ان نون تبقى الف في عين على طه قاف طه اللي هي النسبة التقريبية اللي هي 22 على 7 أو 13 من 100 وقاف اللي هي قطر الايه قطر الشغلة تعالوا نشوف مع بعض هنحسب ازاي وناخد امثلة على عمليات الحسابية حساب زمن الخرط العدل انا دلوقتي زمن الخرط العدل يبقى لام على ته في نون في كاف ولازم ابقى عارف لو حر النهيتين يبقى لمزة 10 عشان مسافة السمح في البداية والنهاية انما لو كان حر النهاية واحدة يبقى لمزة 5 ولو محدود النهيتين يبقى لم بس من غير مسافة سمح ولازم ابقى عارف ان نون بتسوي 1000 في عين على طه قاف والكاف دي انا حاجيب من قطر كبير لقطر صغير يبقى قاف واحد نقص قاف 2 على 2 دال ودال اللي هي عمق القطع تعالى كده نشوف خراطة القورة لو انا عندي قورة القورة دي كاملة يبقى نق يبقى هنا حيبتدي زائد 5 ملي على ته في نون في كاف ولو كانت القورة غير كاملة يبقى القطر الكبير نقص القطر الصغير زائد 5 على ته في نون في كاف انما لو كانت قورة القورة دي معمول فيها تقب يبقى دي نق واحد نقص نق 2 زائد عشر على ته في نوم في كاف ودايما النوم بألف في عين على طه قاف والكاف تؤخذ بواحد ملي متر إن لم تذكر طب تعال كده بيقول لي احسب الزمن اللازم لخرطة عمود من الصلب حر النهيتين يبقى دي لمزة ادمية طوله عشر ملي متر ومن قطر تلاتين إلى قطر اربعة عشر ملي متر علما بأن سرعة القطع تلاتة وتلاتين ملي متر لكل دقيقة وعمق القطع خمسة من عشر ملي متر والتغذية سبعة من عشر تعال كده يبقى اللام بتساوي مية القطر الأكبر تلاتين القطر الأصغر أربعة وعشرين سرعة القطع اللي هي عين بثلاتة وتلاتين متر لكل دقيقة ولازم أحولها النون عمق القطع اللي هو دال بخمسة من عشر ملي متر والتغذية سبعة من إيه من عشر أنا لازم أقول طالما حر النهيتين يبقى لام زائد عشر على ته في نوم في كاف ولازم أجيب نون الأول لأنها مجهولة يبقى بتساوي ألف في العين بتاعتي تلاتة وتلاتين على طه اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية في القاف بتاعتي طبعا هنا حاخد القطر الكبير اللي هو تلاتين والكلام ده حيساوي تلتمية وخمسين لفة لكل إيه دقيقة طالما مدنيش هنا عدد لفات يبقى هستخدم الايه التلتمية وخمسين افرد تلتمية خمسة واربعين وخمسة من عشر لا تبقى تلتمية وايه وستة واربعين على طول ما عنديش جزء من اللفة أقول بقى العدد الأوشش بتاعي بيساوي قاف القطر الأكبر اللي هو بتلاتين ناقص الأصغر باربعة وعشرين على اتنين في عمق القاطع اللي هو خمسة من عشرة يبقى الكلام ده بيساوي ايه بيساوي ستة وش يبقى انا كده جبت عدد اللفات جبت عدد الأوشش بتاعتي اقول بعد كده ان الزمن بيساوي لمزة ادى عشرة على ته في نون في كاف يبقى بيساوي اللام اللي انا عارفها طول الشغلة بتاعتي بمية زائد عشرة ملي متر لانه حر النهيتين الته اللي هي التغذية بسبعة من عشرة حضربها في النون بتاعتي اللي انا لسه جايبها بتلتمية وخمسين حضربها في عدد الأوشش اللي قمها ستة وش يبقى الزمن بتاعي هنا بقى بيساوي كام اتنين وتسعة وستين من مية دقيقة دي كده طريقة حساب زمن الخراط طب انا دلوقتي لو عايز اجيب زمن الألووز يبقى لام على خه في نون في كاف بس والنون طبعا بقى الف في عين على طه قاف ولازم تبقى عارف ان خه يعني الخطوة والكاف عدد الأوشش بتاعتي اللي انا هعمل فيها الألووز والكاف دي بتساوي اتنين وستة من عشر في خه لو ألووز خارجي وبتساوي تلاتة واثنين من عشر خه لو ألووز داخلي تمام؟ وبالتالي زمن القطع الكل هيساوي زمن الألووز في عدد الأبواب يعني ممكن الألووز بتاعي يكون بباب واحد أو ببابين أو ببابين تمام؟ أو أكتر من كده يبقى انا كده من هنا حقدر ان انا احسب ايه زمن الألوزة طيب انا كده بقيت اعرف اعمل حساب لأزمنة الخراطة اعرف حساب زمن الألوزة اعرف اجيب ميل الايه؟ ميل السلبة وكل ده حيتحدد على الرسومات التنفيذية اللي جاية لك لو عايزين تعرفوا أكتر عن فني تشغيل معادن وإيه العمليات والمشغولات والماكينات اللي ممكن تشتغل عليها يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة إلا أنا أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته